قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك مصرف القلوب هذا في أن القلوب في أحوالها وتقلباتها إنما هي بتصريف الله لها يصرفها سبحانه وتعالى كيف يشاء مقلب القلوب سبحانه فقلوب العباد مثل ما في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يقلبها كيف يشاء معنى كيف يشاء جاء موضح في بعض الحديث فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه فهدايتها بيده وظلالها بيده سبحانه وتعالى الأمر بيده يهدي من يشاء ويظل من يشاء مصرف القلوب مصرف القلوب أي تغير القلوب وتصرفها من حال إلى حال إنما هو بيد الله ولهذا بدأ هذا الدعاء بالتوسل إلى الله بأنه مصرف القلوب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه مصرف القلوب اللهم مصرف القلوب يعني أن ياما تصرف القلوب بيدك تصرف القلوب بيدك تغيرها وتقلبها إن القلوب لتتقلب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هذا التقلب بيد الله هذا التقلب بيد الله ولهذا جاءت أدعية كثيرة فيها توجه إلى الله عز وجل بثبات القلب زكاة القلب صلاح القلب لأن أمر القلب بيد الله ما يمكن أن يحصل لقلبك هداية أو صلاحا أو ثباتا أو نجاة أو زكاة أو غير ذلك إلا إذا أصلحه الله وزكاه سبحانه وتعالى أحد السلف يقول لا لو أخرج قلبي ووضع في كفي اليسرى يعني أمام عينه يراه ووضع في كفي اليسرى وجيء بالحسنات كلها وضعت في كفي اليمنى لم أستطع أن أجعل شيء منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يجعله لم أستطع أن أجعل شيء منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يجعله فأمر القلب يدله وهذا تأمل في قوله مصرف القلوب في الحديث الآخر يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك صرف قلوبنا على طاعتك اجعلها دائما متصرفة في دروب الطاعة وطرق الطاعة لأن القلوب هي التي تحرك البدن وهي القائد للبدن ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتنى به في الدعاء صلاح القلب وتصريف القلب على الطاعة يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وأيضا ثبت في دعاء يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وجاء أيضا أن هذا كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام